اشتركوا في القناة نهيك عن الشكل المتعودين يستخدمون ماك فالماك انتوش شكله هنا تقريبا زي الماك انتوش مع هذا بعض الاضافات اللي هو زواء واللي لن تكون موجودة في ماك انتوش لكن المطور حق التوزيعة حسب ماك كتب انه لعاشر سنوات استخدم ماك انتوش سبع سنوات استخدم لينكس ففي النهاية قرر انه يسوي توزيعته خاصة اللي هي فيها او اس عيسا نحط فيها اشياء اللي هو يحس انه محتاجة ويشاركها مع الناس غضا نظر عن بعض الاشياء اللي ماعجبتنا بالتوزيع انه فيها اشياء مغلقة تمام موبة اشياء يعني معروفة اشياء خاصة بالمستخدم نفسه حاولت نزل بعض استرسات الخاصة بالنظام او بالبرامج هذه ما لقيته لكن راح تراسل مع المستخدم او عفوا مع المطور لاني نوعي تستخدم هذه التوزيع على الاقل شهر لانه جميلة صراحة طيب ويش المميز بالتوزيع هذي المميز انه نبدأ نشوف نتفرج موجود هذه الواجهة الخاصة بالتوزيع تمام لو تلاحظ بالجهة هذي اللي هنا فيه هنا التنبيهات اوكي لاحظ انه اي شي تسوي بالنظام يجي هنا اوكي يعني مثلا لو عدلت الصوت انا جيت عدلت الصوت مثلا تجيك رسالة لو جاك رسالة من مثلا البريد اوكي راح تحصلة يعني هنا يعني من الاخر هذا زي اللي هي التنبيهات اللي موجودة بالاندرويد اللي تسحبها تمتغلو عليك وحطة لك هنا اوكي طبعا هنا الساعة ما فيه جديد تمام هنا الصوت طبعا نفس اللي موجود على ابونتو اذا فاتح برنامج صوت معين راح يعطيك اللي هو هذا بالمناسبة تمهاوك هذا بصراحة برنامج رهيب جدا لي الصوت طيب انا عندك اللي هي الشبكات الش متصل غير متصل هنا اللي هو الانديكيتور الخاص بالايميل تمام فيه ثاندر بيرد و الى اخره تمام هذا اللغة في عندك هنا شي جميل جدا اللي هو اه فيه كلاود خاص بير او اس طبعا بصراحة ما ادري من وين سيسجل حاول ضغط على هذا كريت بير اي دي ما اشتغل تمام يبدو انه الى الان مزبوطة عموما نحن نراجع التوزيع اللي هي بيتا اثنين فما زال فيه يعني بعض الشكالات هنا فيه بحث ممكن تبحث هنا تمام طبعا في بعض الشغلات اللي حطيت على اباوت هنا راح يطيك بعض الشيء الجميلة طيب فيه شغل ثاني جميل جدا ايضا المستخدمين ابونتو اللي تعود على واجهة يونيتي وبعض المستخدم واجهة يونيتي بسبب هذا الشيء اللي هنا بطلاعة اهنيكم على الاختيار جميلة جدا هذه الشغلة لانه توفر مكان اوكي فتحصل انت هنا على المكان هذا اللي هو الانجيكيتور الخاص بالخيارات باي شيء يعني لو فتحت مثلا الفايلز تمام من هنا ما راح يجيك اللي الخيارات موجودة هنا راح يجيك خيارات الفايلز من هنا تغير خلفية سطح المكتب راح نشوه بعد كوي انا ما غيرت خلفية علشان ابترك التوزيع بقدر الامكان على ما هي عليه بس ما قدر اترك برنامج وغيرت هاللغة طيب هنا ممكن تسوي مجلة جديد شغلات زي هذي اذا تطلب سيار برمحيا هذي لو تلاحظ شعار الكميثرة بدل شعار التفاحة نفسه بالضبط لكن حط كميثرة ها شب شاهي تمام هنا اباوت ديش كميثرة ممكن تحط باهم الاراتنام كميثرة هنا هنا لك اغفال الشاشة ساسبند اللي هو ساسبند يعني يقاف ما بيقاف لا يعني تعليق ريستار تعاد التشغيل شتداون يقاف لوك آوت الخروج موجود عندك تحت اللي هو الدوك هذا هذا رهيب جدا 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 تمام يعني اتعب ونقول لكم رهيب ليس لانه بسلس وبنفس الوقت بصراحة ما تلاحظت حط الشاشة اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة